تمت ازالة المحتوى الخاص بك بسبب مخلفته ارشادات المنتدى المتبعة لدى المنصة هذا مجرد تحذير وليس انذار التحذير بيفضل على قناتك مدى الحياة هتلاقي في لوحة البيانات تحذير هيفضل موجود قدام عينيك زي تعلمت الوش اللي مفهاش معلش وكمان مفهاش اي عمليات تجميل هتفضل موجودة قدام عينيك هذا مجرد تحذير لان هذه اول مخلفة لارشادات المنتدى ولكن لو اتقررت تاني ممكن يدوك انذار او يتم اغلاق قناتك بصورة نهائية والسبب هنا لو جينا بصينا مع بعض ان هو بينزل محتوى مخالف واخد بالك المحتوى المخالف هوضحه لك دلوقتي مش اكسب ميت روبل عند التسجيل والصحب مجانا مع الاسبات لا مش ده بس هوضح لك بس عايز اوريك تاريخ استلام التحذير 19 فبراير 2023 اي بعد فترة من تنزيل الفيديوهات اصلا انت متخيل بعد فترة من تنزيل الفيديوهات فارشادات المنتدى الفترة الاخيرة واخد منشطات حرفيا منشطات يلا فيديوهات قديمة انذار فيديوهات قديمة احذف فيديوهات قديمة تحذير حرفيا ده اللي بيحصل فترة الاخيرة يا فضيقي حرفيا والله ده اللي بيحصل تبقى قاعد في امان الله ازلنا المحتوى الخاص بك هذا تحذير انذار حذر نشر لمدة اسبوع انذار تاني اغلق قناة ايه ده انا ما عملتش حاجة اغلقت قناتي ليه حضرتك فيه فيديوهات عندك قديمة مخالفة والسياسات دي بتتغير بشكل مستمر فحضرتك لازم تركز لان الموضوع ده انا في المتواحد فكرة احكي لك قصة حزينة باقسة في الاخر كانت هتمنعني ان انا ااخد الدرع الفضي الانذار او التحذير ده كان سببه بص معايا شوف الموقع ده الموقع ده ده سببه الموقع ده يعني حضرتك لما تيجي تحط روابط في الوصف ما تحطش روابط اهو انه يخالف المحتوى الضار والخطير وهو فهو دي الروابط الخارجية اهو لا تسمح منصة اليوتيوب باضافة روابط خارجية تنقل الى مواقع الكترونية تتضمن محتوى غير مرغوب فيه او محتوى مخادع او اي ممارسات احتيالية اخرى انظر يا صديقي في ثواني وللاسف الشديد القناة ده لسه بدايتها فانا لو مكانك عشان تكون واضح والله لو مكانك حعمل كده لو مكانك انت لسه في البداية لو مكانك حقول مع السلامة التحذير ده ممكن يخليني ماخدش اصحى الدرع ويحصلي مشاكل قدام في قناتي لا انا ابدأ القناة جديدة انا لو في مكانك حعمل كده انا لو في مكانك لكن انا انصحك مانصحكش مانصحكش يا مودي مانصحكش لكن دي هتفضل وصمة عار قدام عينيك هتفضل موجودة كده ده حزير موجودة قدام عينيك 14 ساعة والسبب ان حضرتك خدت رابط والرابط ده موجود في القناة تانية على فكرة عادي ولكن لما يتم رجعته ياخد انصار وممكن تلاقيه موجودة عادي لان ده اللي بيحصل عايز اقول له حضرتك السبب اللي كان هيخليني ما خدش الدرق الفضي الحزين ان انا كنت نايم في امان الله سحيت من النوم بمسك التليفون ازلنا مرصة اليوتيوب المحتوى الخاص بك ازلت يا جماعة علشان ظهر البطاقة الخاصة بي وانا بعرضها كده وبقول فعل بيها او تفعيل جوجل ادسلس بالبطاقة الشخصية في دقيقة الديا دي كانت علي ناكسة الديا دي كانت علي انزار الرابط ده كان عليك انزار يبقى نصاح صاح واحنا بنعمل محتوى ولا ما نصاح صاحش نصاح صاح ليه لان حضرتك لو تم اغلاق قناتك ممكن بنسبة 100% ما تنجعش تاني لو جينا بصرنا مع بعض عشان ندخل فيديو الفيديو الفيديو انا مسحته غير متوفر انا مسحته بيديو كان ممكن اعمله اعادة نظر ولكن انا متأكد ان هي بانت قدامي فقلت خلاص وعلى فكرة ما خدتش انزار ولا خدت تحذير في قناة المتواحد فكرة فربنا سطر انت بقى خد بالك لا تاخد انزار او تحذير لان الموضوع ده مش بيحصل كتير يعني ده كان حظي ودعوت امي ودعوت مئة الف وليه واحد ليه ودعوتك ودعوت مامتك واختك وخالك وابنت عامك ليه يعني ما كانش حد معدي من الشرع يوميها معدي من قدام الشرع غير ما قال له متواحد فكرة ربنا يا مريكل اه والله ربنا يا كفير انزاراتك لشاد المنتدى والله دي دعوت ربنا ليه ربنا يا مريكلنا وبركلكم ان شاء الله واخد ذلك لان اي حاجة الفترة الاخيرة مخالفة نفس اشرح لكل حاجة في السياسات المحتوى الغير مرغوب فيه بالتفصيل علشان تفهم لان فيه ناس ممكن يكونوا مش فاهمين ان ممكن صورة صغيرة كده معروضة في فيديو تلبس عليها انزار ارشادات المنتدى شكرا لجميع شكرا للمنط وبعدها شكرا للمنطبقة شكرا